وخلال العهد القديم كثير من الأخلاق والعدات التي كانت سائدة كان يعيشها الأنبياء وهؤلاء الرجالات مثل إبراهيم ويعقوب وداود وسليمان خذ مثلا تعدد الزوجات الطلاق الأمور التي لا يرضى عنها العهد الجديد أو العنف العنف العسكري والعنف أو الرجم والقتل لمن يسب الله مثلا أو لمن يكسر يوم السبت أو حتى خطايا الملوك والأنبياء صحيح مثلا كثيرا ما نستصعب أن يصدر مصادر من داود وهو من الأنبياء والذين كتبوا المزامير صدر عنهم خطايا مثل القتل والزنا لكن رحمة الله واسعة ونال كل منهم القصاص على فعلته حتى داود بعد ما ارتكب من خطايا ما عاد ارتاح في ملكه أصبحت حياته مليئة بالمشاكل والصعوبات وفعلا صحيح أنه ارتكب هذه الخطايا ولكن داود كان يتمتع بقلب متواضع ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك أم حمعصية اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئة طهرني بكى أمام الرب انتحب اعترف بذنبه ورحمة الله واسعة